السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الجدي الشمسي والقمري والطالع ولا تنسوا أنها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك خذوا ما ترتحون إليه من الرسالة وما ينطبق على حياتكم ومشاعلكم ووضعيتكم والباقي خذواه يرجع للكون في سلام فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة هي قراءة لشهر جوان أو يونيو أو حزيران ونبدأ قد نشوفوا ما هي القراءة ثم قد ناخد نصيحة من الملائكة ملائكة الحب والنصيحة السحرية كانت من لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد يا ربي الحبيب واخا وكنوا لي أن يرتاحوا ارتاحوا فإلا لم تنساكم وسنعود سأقوم بكل ما تطلبون مني المواضيع التي غير كتبوا لي في تعليقات وأنا كنسجلها وغادي ندير كل شي داك شي اللي كتطلبوا مني واخا إذا كانت من لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد حق سعيد يا ربي الحبيب بسم الله لنبدأ هادي تريدوا أن تتكلم عزيزي برج الجدي أرى أن البعض منكم غادي تبدوا عمل جديد لكن بعيد شيئا ما عني البيت واخا يعني غادي تبدوا عمل لكنه بعيد شوية مضار واخا البعض منكم سيتلقى مال يعني غادي توصلكم فلوس بعد بيع ممتلكات واخا والبعض الآخر أراكم متوطرين نعم لأنكم تنتظرون نتيجة تحاليل طبية يعني خايفين شوية يعني أنتم البعض منكم خائفون لأنكم تنتظرون هذه التحاليل الطبية لكن يقول القرد أن النتائج إن شاء الله ستكون إيجابية والبعض الآخر منكم عندكم امتحانات مهمة بزاف امتحانات مهمة ربما البعض منكم يفكر في الدراسة في بلد آخر وحتى في قرى أخرى في قرى أسيا يعني في أسيا أو في أوروبا أو في أمريكا نعم وطاقتك عزيزي هذا الشهر هي النشاط نعم النشاط يعني رأي يعني طاقتك هي أنك تريد أن تدير بزاف دي الأشياء تريد أن تفعل أشياء كثيرة أخا بالنسبة اللي تقول لي لا تتكلمي بالدرجة المغربية أنا نعم أتكلم بالدرجة المغربية وأحيانا يعني بالفرنسية أقول كلمة أو كلمتين لكن بعد ذلك أنا أنا يعني أترجمها باللغة العربية الفصحة نعم لأن كل ما أقوله أعيده من جديد باللغة العربية الفصحة لكن أدركوني أن أكون عشوائية لا يخليكم فأنا أتكلم يعني كيف ما كانت خرج لي ولست عشوائية صنبخصن يعني لست عشوائية يعني نعم لست عشوائية وشففة مئة بالمئة فأنا أتكلم لغات أخرى إذن لنواصل قلنا أن طاقتك عزيزي برج الجديد طاقتك هي النشاط تريد أن تتحرك يعني فيك طاقة أنت مليء بالطاقة والحيوية نعم والكون عزيزي عندك كارتة رائعة 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 كارتة جميلة جدا والكون يعني بجانبك يعني المساعدة والحماية السماوية الربانية ستساعدك لتحقيق أهدافك ولتصل إلى كل ما تريده نعم كذلك أرى أنك يعني سترى أشخاص لم تراهم منذ فترة فترة عفوا طويلة وغادي تفرح بزاف ستفرح كثيرا غادي تشوف ربما أهلك أو أحبابك لكن أرى أنك ستفرح كثيرا لأنك سترى شخص أو أشخاص نعم ستفرح بزاف بالنسبة للعزاب عزيزي برج العزاب أرى أن هناك شخص أن هناك شخص كان يراقبك منذ زمن تعيد نعم هذا الشخص طاقته نارية نعم نارية قوس برج عفوا برج قوس أنا راني مريدة مادة وش عني يعني اليوم ربما أنا سأتفور بكلام لأنني يعني في كحرقني رأسي يعني في وجع الرأس ألم نعم وجع الرأس لذلك يعني أنا أسفة سبحوني وخا المهم قلنا أن العزاب هناك كان شخص يراقبك منذ زمن بعيد شخص كان مغرم نعم وكذلك كان في بالك وطاقته طاقة نارية يعني هذا الإنسان قد يكون أسد أو قوس أو حامل نعم وهذا الإنسان كان يحبك ربما في السر في الصمت وأنت كذلك يعني هو كذلك كان في بالك نعم أنا أرى أنك حب متبادل لكن ربما في السر هذا الإنسان كان معجبك وأنت كذلك نعم وأخيرا أخيرا عزيزي يقترب يعني ستنتهي هذه المرحلة أخيرا سيقترب ويعني جميلة بزاف هذا الإنسان سيقترب لكن كانت لديه عوائق تمنعه من الاقتراف لكن هو أدرك أنك أنت الشخص الذي يريده وليريد أن يتحكم أخيرا في حياته لأن هناك طاقة سلبية طاقة سلبية هناك مرأة تتحكم في هذه العلاقة عزيزي نعم هناك إمرأة هذه المرأة يعني حاولت البعض منكم ربما يعني البعض منكم ربما يعني كنتم يعني على وشكي أن تبدأوا العلاقة لكن فرقتكم يعني هي دائما تبني هناك يعني كتبني حائط أو جدار بينكما نعم وكتفرقكم نعم لكن عزيزي هو أدرك أنك شخص مميز بزاف ومهم جدا جدا في حياتي وإنما يشعر به أكبر من تلك الحوائق كرت جميلة بزاف وأراك أنت عزيزي تستمع لأغنية عندما تفكر في هذا الشخص وتستمع لهذه الأغنية مرة والأخرى والأخرى وتفكر في هذا الحبيب الله هذا حب جميل جدا هذا حب قوي عشق شغف شديد متبادل هو يفكر أنك الشخص الذي يريده في حياته نعم؟ الله شحز بنقلها جميلة بالسف التي يخليه نعم هو يحس 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 يعني بالنقص عندما يكون يعني بدونك يحس بالنقص يعني شوفوا تلتة الكرت يحس بالنقص يحس بالفقر عندما يكونوا بعيد عنك الله وهذا ما يريده شوفوا كرت الأخيرة كرت الحب الحب الله توأم الروح الله توأم الروح وتوأم الشعلة الله لك راتش حاجز بنا هذا هذا الحب حب توأم الروح توأم الشعلة عزيزي يعني يستحيل مهما كانت العوائق يستحيل يعني حتى واحد ما غدا يفرقكم هذا حب قوي جدا حب دائم وهي نفس المشاعر يعني هذا توأم الروح توأم الشعلة يعني ماذا يعني توأم الشعلة؟ روح واحدة يستحيل عزيزي تفرق توأم الشعلة يستحيل مثل روميوة جوليت يعني معاك أو الموت قراءة جميلة جدا ومميزة الله رغم العوائق أنا أرى أنها يعني علاقة صعبة يعني عندما يعني إذا بديته علاقة ستكون صعبة لكن الحب حب قوي يعني لا أحد يمكنه أن يهزم هذا الحب لأنه حب قوي يعني توأم الشعلة يا ناس يعني توأم الروح توأم الشعلة يعني كل شيء أنتما قراءة جميلة وقوية بزف الله انفاعل نعم هذا ما سيحدث في الشهر عزيزي يعني ما أسعدكم لأنها قراءة جميلة جميلة بزف يعني قوية بزف يعني رأيت يعني حب توأم الشعلة لأن هناك عوائق هناك عوائق يعني قوية لكن الحب أقوى من هذه العوائق العوائق نعم هذا الشخص الذي أحبك في السر وأنت كل ما تمناه في الحياة وأنت كذلك وهذا الشخص أخيرا أخيرا يعني سيتحقق حلمكما نعم كانت قراءة جميلة وبالنسبة للمنفصلين بدأنا بالمجنون المجنون يعني طاقة التوتر طاقة التوتر ربما أنت أو الحبيب طاقتك هي التوتر وبالنسبة لطاقة المنفصلين هي طاقة مائية نعم مائية ونارية كذلك من جديد وهوائية كذلك عندنا كل شيء طاقة مائية نارية وهوائية مائية يعني برج السرطن العقرب والحوت وهوائية الميزان الدلو والجوزاء ونارية يعني أسد قوس أو حامل واخا قلنا أن طاقة المجنون هو التوتر هذا الإنسان متوتر لكن المجنون يعني يتكلم عنك وعنه يعني قد تكون عندما تكون الدبدبات مرتفعة فهي طاقة التوتر وعندما تكون الدبدبات منخفضة فهي عفوا عندما تكون مرتفعة فهي طاقة التصرف بهدوء السلام والوئام والثقة بالنفس والإيمان الإيمان بأن الأشياء ستحصله كما تريدها أنت نعم هي نفس الطاقة الناس رغم أني أتكلم عن وضعية مختلفة لكنها نفس الطاقة نعم هذا الإنسان ما زلت أنت في عقله ما زلت أنت في تفكيره لكن لدينا يعني من جديد إنسان يبني حائط بينكما شخص امرأة تبني يعني تبني عوائق بينكما واخا هناك امرأة تمنعه يعني تمنعه من التقرب إليك وتستعمل وسائل مختلفة لا أدري ما هي هذه الوسائل لكنها تستعمل وسائل مختلفة ليبتعد عنك نعم وأنتم كنتم تعيشون قصة حب جميلة وهذه المرأة فرقتكم وعاد هذا الحبيب من جديد وتحاول من جديد بشتفرقكم هذه المرأة تستعمل وسائل مختلفة لكن أنا لن أركز في هذه المرأة ولا في ما تفعل لا يهمنا نحن نركز في ما هو إيجابي وأن هذا الإنسان لديه مشاعر لو لم تكن هناك مشاعر حب لما تكلمت عن هذا الإنسان لكن هناك كذلك مشاعر قوية وكذلك توأم الروح يعني حب صادق نعم لكن رغم أن هذه المرأة تحاول إبعادها هو يعود في الأخير يعود إليك لأنك لم تختفي من خريطة حياته ومن خريطة عقله أنت ما زلت في عقله ويفكر بزفك هذا الإنسان نعم ورغم يعني النهايات يعني تحدث نهاية بسبب هذه المرأة لكن الحب يعني الحب يعني يبدأه نعم الحب يعني يخلق بداية جديدة نعم هو يعني هذه المرأة يعني لا أدري من هي هذه المرأة لكن هي تؤثر يعني بطريقة قوية على هذا الإنسان على هذا الشخص الذي تسأله عنه نعم كتبعد ويرجع هو لأنه يحبك بجنون وهي تحاول من جديد ولن تستسلم لكن صدقوني هذا حب توأم الروح وتوأم الشوعة كذلك حب صعب كذلك لكن تأثيرات قوية بسبب التأثيرات يعني حب صعب بسبب التأثيرات لكنه توأم الروح ويستحيل يعني أن تبعدهما يعني توأم الروح وخا مستحيل هو هذا الحب أقوى من المغناطيس وأراه عزيزي يعود في هذا الشهر لأنه توأم الروح توأم الشعلة كانت قراءات جميلة بزر لنرى ما هي قراءة كل ما علي أن أقول هو حذري من هذه المرأة لأنها لن تستسلم لن تستسلم لن تستسلم لكن هي ليس لديها القدرة على باش تفرقكم لأنه حب أبدي صدقوني حب أبدي حب قوي بزر توأم الشعلة من جديد حب قوي كانت قراءة جميلة وقوية نعم هناك حب قوي يستحيل ستبعده 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 وسيعود من جديد يعني مستحيل وأنتم نهايتكم ما هي هذه يعني أن تكون معاً ستعيشوا معاً إن شاء الله نرى ما هي الرسالة الملائكية تقول الصبر الصبر القوة السماوية أو القدرة السماوية لديها دور مهم في حياتك العاطفية يعني الحماية الملائكية الحماية السماوية والحمد لله قراءة جميلة بزر وروحاني هذا حب الروح يعني حب روحاني تواصل قوي جداً بالنسبة للعزاب وبالنسبة للمنفصلين نعم كانت قراءة يعني حب حب توأم الروح توأم الشعلة وأوصفك ملنا يكفي أن تقول توأم الشعلة يكفي وسنتكلم عن توأم الشعلة إن شاء الله هذا الكلت أقول لك عبر عن مشاعرك عبر عن مشاعرك يعني لا تخفي ما في قلبك وتكلم مع الحبيب وقل له يعني ما تشعروا به وهذا القرد تقول في الصيف ستتحقق كل أمنياتك الله يرم يعني قراءة جميلة كانت منا يعني تستفدوا كانت قراءة جميلة جميلة نفرحة نبزر لا تنسوا أن الطرد يعطيكم رسائل وإشارات ومعلومات وعلامات نعم عزيزي لكي يعني لكي تروا الأشياء بوضوح لكن القرار قراركم نعم كانت منا لكم الخير وغادي نبدأوا بقراءة اختار كارت وكانت منا لكم الخير دائماً كانت منا يا ربي الله يحميكم ولا يحميكم من هذه يعني الطاقات السلبية لكن لا لا تبالي عزيزي لأنه عندما يكون هناك حب فالحب ينتصر دائماً دائماً لكن نحن يجب يعني أن نتعامل مع هذا حتى هذه التأثيرات السلبية مع هذه بحب بهدوء بسلام بصمت اتركوهم يعني يفعلوا ما شاءوا لماذا؟ لأن الحب هو الذي يفوز في الأخير وينتصر حتى وإن كانت هذه المرأة لا ندري من هي لأني لم أركز لا أريد أن أركز عن ما هو سلبي لأني رأيت حب قوي جديد لذلك يعني تكلمت فقط عنك وعنه وعن هذه الحب الجامل لكن تلك الثقات السلبية دعوها دعوها فهي يعني في مستوى وعي يعني منحط في الحضين يعني نحن لا نركز في هذه الأشياء السلبية نحن نحترم كل شيء لكن نركز في حبنا لا تنسوا الدعاء الأمنيات وتتحقق الأحلام وتتحقق صدقوني صدقوني فأنا أتكلم من قلبي ومن خلال تجربتي وتجاربي فأنا ما زلت أعيش أحيانا أتكلم كما لو كنت عجوز لكني لست عجوز كنت منها ليكم يا رب الخير شكرا على تعليقاتكم الجميلة كنت منها ليكم الخير كنت منها ليكم الحب نعم الحب في حياتكم الحب جميل جدا إيمان تحب الحب وتعشق الحب لذلك أتمنى لكم الحب في حياتكم لأن الحب يجعل الإنسان أفضل يغير الإنسان نعم يغيره لأن الحب هو من يحرك هذا العالم كتمن لكم السلام والوئام والخير إن شاء الله شكرا